بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكنا جميعاً انتابع اليوم إن شاء الله المحاضرة الجديدة بعد الصلاة على النبي اليوم حنبدأ بموضوع جديد طبعاً إلو علاقة بالموضوع السابق في الموضوع السابق كنا نتكلم عن المجالات التلات اللي فيها أهداف تعليمية عديدة جداً كنا نتحدث عن المجال المعرفي وتحدثنا عن المجال الوجداني اليوم سنتحدث إن شاء الله عن المجال النفس حركي من الإسم اسمه النفس حركي نفس حركي يعني إلو علاقة بالنحية العقلية والنفسية عند الإنسان إلو علاقة بالنج النفسي لدى الإنسان وهو مرتبط بنفس الوقت بالناحية العضلية الحركية الجهاز العصبي عند الإنسان لأننا أريد أن أتحدث عن مهارات مهارات حركية الجسم كله على بعضه يقوم بحركات عضلات متنوعة وأنا أتكلم عن متعلم تلميذ في الصف في الروضة في المدرسة كيف يمسك القلم بشكل أفضل وأحسن كيف يكتب كيف يتعامل مع الطابع كيف يستخدم الآلة الموسيقية كيف يمشي بشكل أفضل ويؤدل حركات الرياضية بشكل أفضل وأحسن إذن هذا الجانب اللي أنا بتتحدث عنه اليوم اسمه المجال النفس حركي يعني لا يجوز أنا أتكلم عن حركات وإخفال الناحية من نفسية للإنسان كله في ترابط مع بعض لكن هنا تسليط الضوء على الناحية الحركية بشكل أوضح وأعلى حنتحدث إن شاء الله عن مجموعة من مستويات الأهداف مجموعة سنجد أنها خمس ولا أكتر كم واحدة خمسة ولا ستة متأكدات إذن بصوت عالي مستويات الأهداف كم عددهم في المجال النفس حركي تعالوا نبدأ في رقم واحد أول وأدنى مستوى اسمه الأداء المبكر الأداء المبكر بمعنى آخر أولى الخطوات أولى الخطوات التي يقوم بها المتعلم للقيام بحركات معينة وأداء سلوك في مهارات حركية يستند بالأساس إلى ما يسمى الملاحظة 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 التي يليها التقليد إذن قبل أن يقلد الطفل وانت سيد من شاف وانت الطالب الفاضل المحترم عادة بتشوف عندك خواتك الصغار حتى في البيت على نطاق الإخوة والأخوات صغار السن لاحظوا لو انت قمت بعمل معين يعتمد على الناحية الحركية أمامهم فورا ستجدين تقليد إعادة وتكرار لسلوكك من قبل هذا الطفل يقوم بمشاهدة وملاحظة ايش اللي بتسوي بعمل في نفس الوقت إذن هنا نقول الأداء المبكر الملاحظة التقليد إذن إحساس الطفل إنه بإمكانه أن يفعل كما تفعلين فيقوم بمحاكاة نفس الفعل والأداء اللي حضرتك قمت فيه من ضمن الأمثلة اللي ممكن نذكرها على هذا الجانب الأمثلة عديدة حقيقة مش واحد واثنين بس احنا حنكتفي بواحد ومجموعة أفعال اللي هي المفتاح للمرة الأخيرة أقول مفتاح أو كلمة السر في التعامل مع مستويات الأهداف المتنوعة في المجالات العديدة تقوم على الأفعال والأفعال هذه بدأ حفظ من الآخر الأفعال بدأ حفظ إذن إحنا بنفهم المثال وبنفهم عن إيش بدور المستوى كل مستوى لكن في النهاية الأفعال كثيرة ممكن أنساها مع الوقت إذا نستيها سيصعب عليك التحديد اتجاه الهدف فإذن البوصلة المسؤولة عن تحديد مستوى الهدف ترتبط بالفعل المضارع اللي موجود في الهدف السلوكي أرجو أن لا ننسى من الأمثلة على ذلك أن يقلد الطالب طريقة المدرس في إلقاء الشعر أن يقلد يعني شاف يعني لاحظ يعني أدى نفس الأداء اللي قام به المدرس بتشوفيش أحياناً كثيراً أخوك أو أختك مروحة من المدرسة في البيت أو في الروضة تقوم بحركات لم تعهديها حضرتك من قبل يقول إيش بتسوي إيش بترد عليك زي زي الأمط زي المدرسة بعمل وفعلاً تقليد من الأفعال المستخدمة على ذلك أن يقلد يركب يحاكي يميز إلى آخرين إذن نحن يا حضرات شوفي معايا كيف ما تنسيش لو بدي أرسم هالشغلة بسيط إيش أنا جاعد برسم درجات درجة 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 واحد دين تلاتة هي أبسط من الدرجة الأولى عشان نطلع نصعد أعلى أعلى المهارات الحركية عند الطفل الصغير بتكون معقدة وصعبة وتحتاج إلى عضلات دقيقة هل نمت عنده ولا لسه لا إذن يقوم بحركات ومهارات حركية بسيطة للغاية لسه لا يستطيع أن يمسك القلم بالشكل اللي أنا ماسكه بده شوية نضج تناسق في العضلات بده يعني توجيه وتعليم إلى أن يستطيع أن يضبط عضلاته بشكل أفضل وأحسن فهذا يحتاج إلى وقت لكن تدريجيا تنمو هذه المهارات لدرجة في الآخر حنشوف كيف أصبح الطفل الصغير اللي مش متحكم في عضلاته كيف أصبح يحكم على حركات وأداء الناس الآخرين هل أداءكم صح أو خطأ مع أنه مبالح كان يش كان لسه تزغنون صغير إحنا قاعدين بنساسي فيه وبنراضه فيه وبنعلم فيه وبنوجه كيف تمسك وكيف تعمل كيف تنط الحبل كيف تمسك الآلة كيف تسوي إلى آخره إذن أول أداء هو أبسطها وتحدثنا عنه الآن تعالوا نشوف الأداء الثاني هل فعلاً حيكون متدرج بشكل أعلى سويل الأداء الثاني يسمى الأداء الأولي المقنن الأداء الأولي المقنن اللي هو ممكن بشكل آخر الاستجابة في الأول كان يقوم الطفل على مشاهدة وملاحظة الأداء أمامه ويعيده يقلده الآن لا يا حضرات صار عنده أداء مقنن أي أنه يقوم باستجابة وهو أن يقوم بأداء عمل محدد استناداً إلى ضوابط ومعايير وقواعد يعني المعلم يقول له اكتب بناءً على معيار معين على ألا تتجاوز الخط كذا وكذا مش هيك بيصير اقفز امشي بشكل معين على ألا تتجاوز هذا الخط من الجهة اليمنى إذن في ضوابط وتعليمات يطلبها المعلم من المفحوص أو التلميذ لكي يتبعها بالله عليكم هل الآن الفعل اللي بدنا نستخدمه هل نفس مستوى الأفعال في المرحلة الأولى ولا صار أعلى صار أعلى لأنه صار هو اللي بده يستجيب ووفق تعليمات معينة نشوف مثلاً بعض الأمثلة السريعة المثال أن يركب الطالب جهازاً حسب التعليمات يعني مش على كيفك لا أوكي انت بدك تركب الجهاز هاي الجهاز أمامك هاي ينفكفك فارجيني كيف قدرتك على التعامل بالمهارة الحركية على تركيب الجهاز لكن في عندي تعليمات وبالتالي سيستحق الجائزة الذي يمتثل إلى التعليمات ويؤدي الأداء الأفضل والأحسن هكذا ننمي المهارة الحركية عند الطفل والمتعلم مثال آخر قد نطلب من أحد المتعلمين على العزف بعض الآلات الموسيقية أن يعزف على العود لنفترض أو على أي آلة تانية مقطوعة موسيقية حسب النوت الموسيقية أن يعزف على العود مقطوعة أو أغنية معينة حسب النوتة يعني مش على كيفه يعني مقيد ولا مش مقيد مقيد هانا قاعدين بنساعد الطفل على تنمية المهارات الحركية وفق قواعد معينة إذن الأمثلة عديدة ولكن الأفعال أيضا كثيرة مثل ينفذ يعزف يكتب يؤدي وفق التعليمات إلى آخرين أرجو أن تكون واضحة واضحة الأمور ولا شوية واضحة بالتيارة صحيح؟ طب تعالوا نشوف على المستوى الأعلى تعالوا نشوف رقم ثلاثة اسم نسمي الأداء المتقن المتقن في هنا لمسات بتعكس حتى ما تعرفيش من اللي أدى هاد المهارة لما تشوفي من بعيد وتحكمي على المهارة نفسها حتقولي والله اللي أدى المهارة هذا إنسان يعني ما شاء الله عليه جدع كويس متقن عارف اللي بيعمله مش هيك إحنا بنقول أحيانا يعني أتقن الشيء يعني وافق من قدراته يعني مقتدر يعني عنده كفاءة يعني ما شاء الله تعلم إتقان من زي إنسان لسه مبتدئ إذن فعلا نمى ونضج هذا الإنسان حتى على نطاق المهارة الحركية صارت بمستوى أرقى هكذا هو التعلم يبدأ من البسيط إلى الأكثر تعقيد فالأكثر تدريجيا إلى أن يصل إلى آخر أو قمة الهرم يا حضرات إذن من الأمثلة اللي ممكن نحقيها في هذا الجانب اسمعي ما يلم أن يقلد التلميذ صوت الطيور أو صوت الحصان أو أي صوت بشكل مناسب أو متقن إذن مثال آخر ممكن أن نأتي بذلك ممكن حتى في البيت بيعملوها معاك وإنت صغيرة كانوا يعملوا معاك بطريقة شوية مختلفة كانوا بعلموك شوية هيك تدريجيا بيقولك ممكن بالناحية الحركية في الوجه تعمل إنك زعلانة بس كانوا يعملوا معاك زي إيه فرجيني كيف بكل واحد مكشر بتكشر طب فرجيني كيف فرحانة بتفرح بتبتسم أليس هذا نوع من التعليم على المهارات بيعلمونا في البيت وبيكملوا علينا وين حلوة بكملوا علينا بكملوا علينا طبعا المقصود فيها هيش بكملوا علينا في عملية التعليم في المدرس وبالتالي كلها مكملة لبعضها البعض من الأفعال على هذا الجانب أو على هذا المستوى يقلد يؤدي يمثل يصدر أصوات يعبر إلى آخره مرة تانية أؤكد أن الأفعال مهمة جدا جدا هي ممسك الفرس زي ما بنقول إذا ما عرفتش الأفعال لن تجيدي صياغة أي هدف سلوكي ولن تستطيع الإجابة على أي سؤال يتعلق بالأهداف السلوكية في الامتحانات فأنبه للمرة الأخيرة أحرصي على حفظ الأفعال في كل مجال علما بأن هناك أفعالا أفعالا مستركن فعل واحد قد يقيس أكثر من مستوى في مجالات مختلفة وأنا أؤكد للمرة الألف طبعا هذا سيتم ستستطيع التمييز بين الفعل والآخر من خلال خبراتك اللي حتكتسبيها في المستقبل ولكن أؤكد لك من البداية إن أردت أن تميزي فما عليك إلا أن تقرأ الهدف ومن صياق الجملة ومن خلال المعنى العام حتعرف أين يتجه هذا الهدف وماذا نقصد به وأي مجال يقوص قد تكون بعض الأفعال على سبيل المثال مثال بسيط وحمشي اللي نفترض فعل حجيب فعل يركب يركب هذا الفعل يقاس في المجال المعرفي يستخدم هناك ويستخدم في المجال النفس حركي كمان شوية حنشوف وحنعرف هل يطرى من صياقه من وجوده في الجملة من المعنى العام للجملة فعلا هنستطيع أن ننميز أنه هنا مستوى الهدف يدور عن المجال المعرفي وهناك يدور عن المجال النفس حركي كمان شوية لما نصله هنتحدث عن ذلك رقم أربع يا حضرات اسمع كيف اتطورت العملية المرحلة الفعل الأداء المهارة كلها اتطورت عند هذا الطفل المتعلم فسرنا نتكلم عن مستوى يسمى الأداء الآلي الأوتوماتيكي أوتوماتيك إيش أوتوماتيك؟ يعني هو مغمض عينيه يأتي بالمهارة يعني فيه تطور صار يعني اللي بتعلم اسباحة يعني اللي بتعلم جنباز هل ابتدأ متعلم ومدرب وماهر ابتدأ بالتدريج إلى أن وصل في النهاية من شدة يعني رغبته في التعلم وممارسته المتواصلة تمكن وأطقن وأبرع في ذلك وأبدع كمان إلى أن وصل إلى مش بس هو كابتن الفريق إلى أن انتقل وأصبح المعلم بل المدرب والمسؤول عن النشأ الجديد في تعليمهم معنى ذلك تطلعوا كيف تطورا أنا بحدثك مش بحدثك عن كل جزئية بعطيكي فكرة عامة عن مين عن طبيعة الأهداف كلها مترابطة بعضا مع بعض الهدف الثاني يقوم على الهدف الذي يصبق وهكذا لذلك سميتها تراكمية تراكمية إذن الأداء التوماتيكي أو الآلي اللي هي بمعنى أصبح سلوك هذا الطفل أمر عادي مألوف طبيعي جدا لا يستحق ولا يعني لا يبذل مجهودا يعني أو لا يجد صعوبة في القيام بهذه المهارة أو ما شابه لأن أصبح عنده شيء عادي اعتيادي مكرر زي اللي بطبع على الآلة اللي بطبع على الآلة الكاتبة في بعض الأحيان يا حضرات في بعض الأحيان هذا الشخص اللي قاعد على الآلة نقلي جملة هو بيكلمك أو بيسمعلك إيده إيش إيده قاعدة تشتغل وتطبع إيش معناها هل هذا الإنسان واصل إلى المرحلة الأولى ولا تجاوز تجاوز صار عنده ما شاء الله مش بس إتقال لا هو أوتوماتيك بيستغل إيده لحالة شغالة هيك هذا معناها أجاد في المهارة بشكل رائع جدا من الأمثلة أن يرسم الطالب بسهولة ووضوح في الأول الولد هو صغير كان يسأل طب كيف أرسم إيش أرسم طب أرسم لشجرة طب قول لي كيف أرسم أعمل إلا أن لا 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 برسم وبعمل وبروح يمين ومش مال بمل الورقة هل من مزيد هل من مزيد من الورق لكي أرسم إذن ما شاء الله عليه الولد ممكن مثلا مثال آخر أن يكتب الطالب على الآلة الكاتبة بسرعة ودقة بسرعة ودقة صار سريع من الأمثلة على هذا الجانب يستعمل يعزف يرسم يؤدي إلى آخرين أما رقم خمسة الذي يلي فهو يتعلق بمستوى أعلى حقيقة يسمى الأداء المميز الابتكار فيه ابتكار يا حضرات بمعنى أصبح هذا الإنسان يؤدي الغرض أو الفعل مش بس بإتقان إنما أصبح قادر على أن يتقن ويؤدي ببراعة تامة وأن يحكم حتى على أداءه وعلى أداء الناس الآخرين شفتوا له وين إنه وصل إلى مستوى أداء مميز بمعنى أصبح حتى زي من واضح أمامكم يقترح على بعض المتدربين أو المتعلمين طريقة أخرى للقيام بها بشكل أفضل وأحسن إذن مميز مميز بالطريقة هو تعلم صحيح لكن خرج عن النص وأبدع وصار مبتكر لبعض المهارات الجديدة يا حضرات معناه ما شاء الله عليه هذا بناخد الشغلة من عنده وإحنا مطمئنين تماما إنه سيطقن الأداء والعمل ممكن يكون إنسان حرفي مهني صناعي أو ما شابه هذا الإنسان اللي بنقبل عليه وبناخد شغلتنا تماما هيك بدنا المتعلم هيك بدنا المتعلم بدنا المتعلم أن ينتقل في المراحل التعليمية إلى أن يصل إلى الأداء المميز وممكن نساعده من الأمثلة على ذلك مثلا أن يبتكر الطالب وسيلة أو آلة جديدة أن يبتكر الطالب وسيلة أو آلة جديدة أن يصمم الطالب جرسا كهربيا بالله عليكم هذه الأفعال مرت عليكم في مستوى آخر في المجال المعرف أو لا إيش اسمه التركيب طب الآن لو استخدمت جبتلك في الامتحان هذه الفقرة أن يصمم الطالب جرسا كهربيا أو جبتلك الفقرة الثانية أن يؤلف الطالب أو المتعلم لحنا موسيقيا جديدا هل أنت عارف هو الرائحة الفقرة من معناها من صياقها لازم نعرف أنه هنا الحديث يدور عن الناحية النفس حركية أو الناحية المعرفية طبعا هذا ليس من السهولة يتم بالنسبة إليك هذا يتم أو يحدث إن شاء الله وسوف يحدث ارتباطا بالخبرات اللي هتكتسبيها على نطاق التدريس مع السنوات هتصير تميزي بشكل أفضل وأحسن الآن أنت كمبتدئة أرجو أن تفهمي وتميزي فقط بين الأفعال التي تقييس كل مستوى بالتدريج مع الوقت ستميزين بشكل أفضل إذن من الأفعال اللي بتقييس هذا الجانب يبدع يؤلف يصمم يبتكر إلى آخر آخر جزئية اللي هي اسمها الحكم الحكم أو التقييم صلى على النبي بتتذكروا مع بداية المحاضرة لما أنا حكيت أن الطفل صغير الطفل صغير يؤدي حركات بعد ما يلاحظ يقلد يقلد بالتقليد الآن تصور أضرب لك مثال وشوف الطفل كيف صار فيما بعد الطفل طالع معاك على الشارع شاف ناس بلعبوا في طبة أو كرة شاف فيما بعد قد يطلب منك شراء له كرة صغيرة حتشتري له حيقعد يلعب ويقلد الآخرين تصور يبدأ مش عارف يتحكم في الكرة عاوز يخبطها اتجاه معين بتروح الكرة اتجاه آخر عاوز يشوتها بطريقة معينة بتزحلق وبقع فيش عنده تحكم بعضلاته لسه قدراته وعصابه وعضلاته ما عنده ما وصل لدرجة التحكم فيها شفت كيف قصته هذا الانسان البسيط المبتدئ وحركاته ومهاراته وعضلاته لسه كيف تصور هذا الانسان وصل للمرحلة الأخيرة اللي بنسميها التحكم أو التقييم وصل لدرجة انه صار يحكم على زملاء الآخرين انه انتو تجدون لعبة كرة القدم او لا صار المدرب صار المدرب للفريق في الاول كان سويا سويا صار يلعب وكبر وصار يطقن وابدع وجاء بحركات جديدة وصار الكابتن تبع الفريق حكيت بعد هيك وصل لدرجة ان يحكم من يلعب بشكل كويس ومن لا يلعب بشكل كويس معنى ذلك هل المهارة الحركية عنده نمت الى اعلى المستويات ولا لا نمت يا حضرات هذا الكلام انا بطبقه على ناحية الملعب والالعاب طبعا انا ممكن اطبقه على ناحية التلميذ في الصف مهارات كثيرة جدا موجودة اذا من الامثلة على ذلك ان يحكم او ان يعدل بلاش ان يحكم ان يعدل الطالب خريطة صنعها زملائه زملائه في الفصل ان يعدل عمل ان يعدل نشاط قام به زملائه عمل حركي مش عاجبه لا يقولهم لا هذا مش كويس بده تعديل وما شابه اذا اصبح خبير اصبح ذات قدرات اصبح يعني مهني ومتقن وحرفي وخبير لدرجة كبيرة جدا اذا اذا في النهاية لا يسعني هنا الا ان اؤكد للمرة الاخيرة المستويات مختلفة وهي اسمها مستويات متدرجة متسلسلة من الادنى الى الاعلى ارجو ان تأخذوها بعلى اعتبار الافعال والامثلة مرة تانية واخر مرة بحكي عن هذه القضية اما الان سنتقل معاك الى جزئية تانية اللي هي ما يسمى مستويات الاهداف التعليمية مستويات الاهداف التعليمية بمعنى اجيب لك اياك قصة بسيطة عشان تفهمي الموضوع بشكل سلس وواضح يا ترى احنا في الوطن العربي احنا هنا في قطاع غزة في فلسطين بشكل عام وعلى وجه الخصوص غزة المنطقة اللي احنا موجودين فيها هل هي طرى في عنا وزارة التربية وتعليم ولا لا في عنا وزارة التربية وتعليم هل المجتمع اللي احنا بنعيش فيه الحالي كله خصائص خاصة فيه معينة ولا خصائص مجتمعنا في غزة تشبه خصائص مثلا اليابان او دولة ايطاليا او اي دولة في العالم لا لكل مجتمع خصائص ولكل مجتمع معتقداته ولكل مجتمع ثقافته ولكل مجتمع ظروفه ومن ثم اقول واؤكد هنا لكل مجتمع فلسفة خاصة به كل مجتمع له فلسفة الخاصة فيه يعني في ايطاليا بالله عليك لو بدي اسألك في ايطاليا الان بنموا وبنشئوا لولاد يعني بربوهم وبعدوا الاطفال عشان في النهاية يصبحوا مسلمين ولا ايش يصيروا في ايطاليا عشان يطلعوا ايش مسيحيين طب الله عليك احنا بنعد الطفل هانو بالرب عشان يطلع مسيحي ولا ايش مسلم مين اللي حكمني مين اللي ضبطني في ذلك معتقدات والدين والثقافة والوضع العام وخصائص المجتمع اللي انا فيه اذا هل نخضع لخصائص المجتمع هل الفرد يخضع في سلوكه وفكره واتجاهاته وطموحاته وتعليمه الى خصائص المجتمع اللي عاش فيه ولا لا بالتأكيد نعم بالتأكيد نعم فانظري الى وزارة التربية والتعليم اللي موجودة عنا في الى اهداف عامة تسعى نحو تحقيقها وإلا ليش كانت فيه موجودة يعني هالمؤسسة هذه او هالنظام هذا كله على بعض الاسمه التربية والتعليم او وزارة التربية والتعليم عشان فيه مجموعة من الاغراض والوظائف والاهداف التي يجب ان تحقق هذه الوظائف في النهاية على مستوانا احنا كمتعلمين تحتاج الى شغلة بسيطة جدا او مش تحتاج الى شغلة بسيطة جدا يعني تسعى هذه الوزارة في النهاية الى ان تجد انسانا صالحا ربنا انسان صالح في هذا المجتمع في فلسطين في قطاع غزة يعني وزارة التربية والتعليم تسعى نحو تحقيق اهداف عامة بنسميها اهداف عامة لهذا اقول واقع انظري الى مستويات الاهداف التعليمية ساقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول بهذا الشكل ايش هسميها اهداف عامة الاهداف العامة هذه تمثل ليش تمثل الغايات القصوى لعملية التربية والتعليم الاهداف العامة تمثل الغايات القصوى والنهائية لعملية التربية والتعليم وهذه الأهداف أو هذه المستويات العامة مش ببساطة يتم تحقيقها تحتاج إلى فترة زمنية طويلة طويلة وليست قصيرة إذن هل من السهولة تحقيق هذه الأهداف في فترة زمنية قصيرة؟ بالتأكيد لا ليش؟ لأن الهدف الأقصى أو الغاية القصوى من وجود التربية أو وزارة التربية والتعليم اللي هي تحقيق الأهداف العامة يعني اللي زي إيش الأهداف العامة اللي هي خلق مواطن صالح خلق مواطن صالح خلق مواطن يؤمن بالديمقراطية والتسامح صح أو لا مصح؟ من يهدف إلى ذلك؟ اللي هي الأهداف العامة طبعا من الأهداف العامة الأساسية الكبرى تشتق اسمعي أشب أقول تشتق مجموعة من المستويات الأخرى الأقل منها اللي اسمها أهداف البعض بسميها خاصة أنا حسميها أهداف مرحلية فهي أقل عمومية فهي أقل عمومية من التي تسبقها وهذه الأهداف تشتق حقيقة من الأهداف العامة إذن هذه الأهداف المرحلية مأخوذة من هنا من الأكبر وتسعى نحو تحقيق الهداف العامة في نفس الوقت هي مأخوذة من العامة وتسعى نحو تحقيق الأهداف العامة إذن هل هذه الأهداف المرحلية تحتاج فترة زمنية مثل ما هو الحال بالنسبة للأهداف العامة لا متى تحقق الأهداف المرحلية؟ هل يمكن تحقيقها نعم؟ ما هي الفترة الزمنية التي تحتاجها؟ فترة زمنية ليست طويلة المدى لا متوسطة عادة تتم زي ما أنا حدد لكم أمامكم ترتبط بفصل دراسة واحد بعد الانتهاء من تدريس فصل دراسة واحد أو من مادة أو من موضوع معين أو من ما شابه بعد ما تخلص مرحلة الإعدادية ممكن أنه توصل إلى تحقيق هذه الأهداف المتوسطة خلينا أسميها المرحلية بمعنى المتوسطة عندك بدل المثال في أمثلة على ذلك المثال الأول يعني العمليات الحسابية الأربعة اللي بنعرفها الجامع والطارح والضرب والقسمة بالله عليك لما نقدد طالب التلميذ حصة واحدة هل هيطلع بفهم وبعرف الأربع عمليات؟ لا قال ليش بده وقت لما يجيد الأربع عمليات؟ بده الفصل الدراسة كله ممكن السنة الدراسية كلها ممكن السنة كلها الدراسية فبالتالي هذا يحتاج إلى وقت ولكن هل من الصعب تحقيقه؟ لا فتحقيقه ممكن وتحقيقه يكون أسهل من الأهداف العامة يا حضرات إذن أن يميز الطالب بين قواعد اللغة العربية أو أن يستخدم الطالب قواعد اللغة العربية أثناء حديثه مع الآخرين قواعد اللغة العربية هل بتم اكتسابها أو تعلمها في يوم؟ بالتأكيد لا بده فترة يمكن بده ست شهور خمس شهور أو فصل أو فصلين أو ثلاثة في النهاية مرحلية أما المستوى الأخير فهو ما يسمى مستوى الأهداف النوعية أي المحددة اللي هي بالشكل هذا أصغر نوع أهداف نوعية من اللي بتعامل مع الأهداف النوعية؟ أنت يا أستاذة أنت يا أستاذة اللي حتتعامل مع الأهداف النوعية الدقيقة؟ أنت لما تروح على الحصة أنت اللي حتعلم الولد أنه يميز بين التاء والطاء أنت اللي حتعلم الولد أنه يميز بين السين والشين أنت اللي حتعلم الولد الصغير المتعلم التلميذ أن يكتب فصول السنة الأربعة أنت اللي حتعلم الولد أنه يميز بين أيام الأسبوع أو يكتب أيام الأسبوع انت اللي هتعلم الولد ان يعرف كتابة الارقام من واحد الى تسعة ممكن تضيع حصة واحدة كاملة كاملة الاربعين دقيقة تضيعها من اجل اعطاء الطفل بس يعني تعلم الطفل انه يميز بين لنفترض حرف التاء وحرف الطاء او حرف السين وحرف الصاد او الشين او ما شابه اذا هذه الاهداف النوعية الدقيقة بيستخدمها المعلم والمعلمة بتستخدمها في رياض الاطفال والمدرس في المدرسة الابتدائية بيستخدمها مدرس اللغة الانجليزية والعربية واللي بدرس دين واللي بدرس علوم كل واحد بيسعى نحو تحقيق اهداف نوعية هذه الاهداف النوعية بالله عليك من اين استققت من المرحلية والمرحلية من اين هل في علاقة بين هان و هان و هان لا يمكن أن تسعي حضرتك إلى تحقيق أي هدف نوعي ويكون بعيد عن الأهداف العامة نحن في كل عملية التعليم والتدريس التي نتبعها على اختلاف تخصصاتنا نسعى أولا و أخيرا إلى خلق و إعداد إنسان صالح للمجتمع كيف يتم ذلك من خلال أهداف نوعية فمرحلية إلى أن نصل فكل متفاعل و متداخل أرجو أن لا ننسى ذلك في المرة القادمة سنتابع موضوع جديد آخر وهي النقطة الثالثة أسأل الله لكنا الخير والله أعطكم العافية جميعا